ودورات تبقى أقوى بتاعه وكل ده هنسمعه لكن نبارك الأول للكابتن خالد لطيف فعيده مجلس إدارة طبعا الكرة المصرية وطبعا واحد من اللي بصمات بيضاء من خلال وجوده في اتحاد الكرة وكمان دوره في الكرة الخماسية والكرة الشاطئية ملف كده خاص جدا لكن فيه طفرة كبيرة جدا وفيه منتخب بيقدي بشكل رائع جدا في الأولمبيات وبيقدي قدام مين؟ قدام الأرجنتين وبيحصل على البرونزياء في مباراة تاريخية مبروكا كابتن خالد أهلا بيك أبتا ذهاب وأهلا بالكابتن حماده مرزوء تحياتي وتحاتي كابتن حماده وكل الأستاذ مش هديني شيء الأهلي والفه مبروك لمطف كلها يمكن هذا الإنجاز أول مرة في تاريخ اللعبات الجماعية على التاريخ البروندية أولمبية أعتقد الشخصي ده مش فخر الكرة القدم بس ده فخر لمطف كلها حصول ولادنا وجهاتنا نبني ضائع على هذه المثال كابتن خالد ولا في الأحلام باللعب الأرجنتين مغلوبين سلسية في كرة الصلاة وفي كرة الخمسة المباراة انتهت فعلا إيه اللي حصل؟ إيه الدفع الكبير ده؟ يعني إيه التحول الشديد اللي حصل عشان ولادنا يرجعوا هم الشباب صغيرة قد يكون خبراتهم قليلة جدا وبيلعب في أرض المنافذ ووسط جمهور الأرجنتين وإيه اللي بالترابيزة؟ ده مش هقولك مش ده اللعب المصري لأ ده المصري القضيز ده البرعون المصري اللي هو بالجهد وبالحماس وبالانتماء لبلده اللي يقدر يصنع المعجزات يعني إحنا في شهر يمكن التراب وشهر لحظة ذكرى رائعة جدا طبعا من شهر أكتوبر والسهر 6 أكتوبر العظيم وروح يمكن كشنا وقواتنا اللحة البسيلة الرائعة ويمكن من دمان وانت روح اللاعب وروح الجندي وروح الشرطي وروح الشعب المصري كله اعتقاد الشخصي ده المعادن بتظهر في أوقات الشدة يعني رغم ان احنا كن متأكسرين في أمام الأرجنتين في الثلاثة أهداف ثم تحولنا للنديجة الخمسة ثلاثة يعني ان عندي ثقة ويقبتنا سبحانه وتعالى في لعبتنا في جهازنا الفن ان هم قادرين على العودة مرة أخرى يمكن حتى الظروف المحيطة بأذي المشاركة بعدما عدم قرار ثم دخوط وقرط الخدم وانا مع المعامل شامحة مع الوستاذ شريك فاريان ومع الوستاذ مجوش سمين الحمد لله اشتراك منتخبنا الوطني بقرط الخلاط لا معلش يا كابتن خالد معلش النقطة دي مهمة جدا يعني هذا المنتخب اللي يعني دلوقتي بقى الحديث عليه عالي جدا هل المنتخب ده ما كانش هيشاركة كابتن خالد ايوه 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 انا يعني بعد خلاص بعد قرار عدم المشاركة بنسبة كبيرة عشان كان في لعبة جماعية أخرى هتشارك اه اه يمكن استفادتها في خبنا سبحانه وتعالى ولعبتنا جازنا الفني لا ده حضرتك حضرتك بتقول لي كده يعني يعني موضوع خطير جدا على الهوى ان يعني يعني ما كانش فيه الناس مش حتى امان خالص على كرة قدم الصلاة خالص خالص وما كانش محطوط ميداليا لكرة الصلاة لان ما كانش محطوط ان منتخب الصلاة هسأتنا الشارك بالالومبياد الارجنطين بس انت كنت مؤمن بقى ومع امتحاد الكورة ودوستهم لان دول ولادك انت انت المسؤول عنهم كنت شايف فيهم حاجة خبت انخالت طبعا يعني خليني اقولك ده مش مش جهد يوم وليلة او جهد السنة او الدين يمكن انت بحيث مني جدا يا سردهات انا بقلي 6 سنين بهذا الملف خلف كرة الصلاة تمام ملف الكرة الشاطئية يمكن بكمل اللي بدأ الكابتن حازم الهواري ربنا يا ربي دي له الصحة عفزت عليه اقول ترتور منه بهذا الملف الحمد لله النهاردة عندك منتخب اول لكورة الصلاة وصل كاسعالة ودور السستاشر في كاسعالة عندك منتخب صلاة للشباب حصل على ميداليا بروندية في الامبيادة الشباب في الارجنطين عندك منتخب كرة الشاطئية الحمد لله اهيه لعفظات جهة الامر لأفكاة المهلة لكاسعالة طبعا في شهر 12 في شرم الشيخ عملت الميلان في رائع جدا حسنته الاتحاد الافريكي مدينة شرم الشيخ ومصر هذه التصفيات ان شاء الله في شهر 12 على أراضي جنوب في إينا ان شاء الله عاوعد عاوعدك وانا عاوى هو وجلام المتجن عارف ان ان شاء الله ان شاء الله النجاح القادم ووصله لتحدى الوطن الكرة الشاطئية لكأس العالم القادم الكرة الشاطئية ايضا اول مرة بالترين ان شاء الله دي كل انجازات وتحسب لك وتحسب لاتحاد الكرة وخاصة ان هذا الملف قبل ما تطلقها كابتن خالد يعني ما كانش بهذا الزهو ولا الزخم ولا وما بيبقى عندنا مسؤول حاسس ان فرقة هتعمل حاجة يتمسك ويصر وفرقتك تكافئتك لان انت وثق فيها وهي وثقة فيك وتحقق انجاز تاريخي انجاز تاريخي قدام منتخب كبير منتخب الارجنتين وبرونزية الاولمبيات اولمبيات الشباب وتدي جيل وتعمل جيل فضل لازم نهنق طعب الانجاز طعب الانجاز كابتن انشان صالح المدير الفني الرائع واحد نجوم كرة القزم من كابتن ناتي رشاد المدرب الراح طبعا دكتور عادل الحداد كابتن عاني درويش يمكن دول كابتن حسني يمكن دول المدرب الموجود في الفرق انه دول اللي تحملوا المشاقة اللعبين العبطاء اللي يمكن لعبوا وسط الظروف صعبة جدا سايز اقولك انت لو عرفت فترة الاعداد لهذا المنتخب بعد قصر الوقت بعد يعني كدنة الاشتراك يعني تقريبا كل فترة الاعداد كانت في مصر ما لعبناش ولا مباراة ودية كاري جمهورية مصر العربية لكن بالروح الكبيرة وبأسرارهم وبحمسهم وبجهاز الفني الرائع خلينا اقول لك يعني لو كان فيه فترة اعداد كويسة وفيه اعداد كويس والعبت منتخبين ثلاثة على مستوى عالي اعتقد اعتقد كان زماننا في التتويج الاول وللا مش ذهبية الشباب والاولمبيات بهذا المستوى بفريق بيحتك فقط بفرق الصلاة في مصر انا بقول لك يمكن ان شاء الله ان شاء الله بعوني الزورة القادمة للانبيات ان شاء الله هنلعب على ذهبية للانبيات ان شاء الله المرة القادمة بعوني الله توفيق كابتن خالد وانجاز كبير جدا يحسب لاتحاد الكورة والحضرتك والصلاة لكن اخيرا كان فيه تصور ان يبقى فيه دوري صلاة في اهلي وزمالك واسماعيلي يعني نفسنا نشوف ده هنشوف ده قريب يعني قويب كيف ان انت انت فتحت هذا الملف انا بناشد من خلال قناة النادي الاهلي مجل السدارة النادي الاهلي المحترم بناسكابتن محمود القطيب انا شدهم ان لازم النادي الاهلي ونادي السمالك يعملوا فريق لقرط الصلاة ويخشوا لقرط الصلاة فنص هاتخذ الشرط خلاص فهدي خبر برضو حصري فضل محمد مصلحي رئيس مجلس الثلاث مجلس الثلاث الاتحاد السكندري خلاص هيعمل فريق لكرة القدر من الثلاث بعد فوزه بطولة السلة وبهاميه وعدني انه هو هيعمل فريق الاتحاد السكندري لكرة السلاث ان شاء الله بداية من هذا الموسم اتمنى مجلس قدرتي الاياني مجلس قدرتي التمالك طبعا انهم يعملوا فريق كرة السلاث شكرا كابتن خالد وبالتوفيق طبعا ومن نجاح لنجاح ان شاء الله مستقبل كبير انتظر كرة السلاث فمال سكرى لحضرتك طبعا مدخلة مهمة